ونروح مع حضراتكم لبعض الأخبار الانتاج الحربي بتقدم بشكوى رسمية ضد كابتن سيد عيد ويعلم التعاقد مع حسام عبد العال تقدم النادي الانتاج الحربي شكوى رسمية ضد كابتن سيد عيد المدير الفني السابق وذلك على حسب قولهم هم بعد هروبه على حد وصف النادي لمدربه السابق في شكوى من قيادة الفريق وتولى تدريب بدروجيت دون الرجوع لإدارة النادي وعلى النادي الانتاج الحربي تولى كابتن حسام عبد العال مسؤولية تدريب الفريق رسميا خلفا للسيد عيد ويأمل مسؤول الانتاج الحربي أن يحالف التوفير المدير الفني الجديد في المقابل كابتن سيد عيد قادي اللي أمام حضراتكم قال لك أنا لم أهرب من المسؤولية ورحلت بالطراضي بعد دفع شرط الجزائي ودي بالنسبة لي على مستفهام يعني فعلا هل لو كان هناك شرط جزائي يبقى كده خلاص مش هيرجع للإدارة ويمكن شفت حتى قادي العقد ودي إداع طبعا للكابتن سيد عيد وإداع المبلغ النقدي المتفق عليه بناء على عقده مع الانتاج الحربي وكابتن سيد عيد قال لأنا طلبت التواجد على رأس الجلس الفني أمام العبور في المباراة الماضية طالما لم يتم رفع اسمي من السيستم ولكن تم عقد جلسة مع مسؤول النادي وتم الاتفاق على فسط التعاقد بالطراضي وبعد دفع شرط الجزائي وهو 400 ألف جنيه طبقا لما ينص عليه التعاقد وهو ما تم بالفعل والراجل يعني طلع المستندات الدلة على ذلك وقال لك تم رفع اسمي من السيستم الخاص بالنادي لذا توليت قيادة بيترو جيت وقال لو هناك أخلال بالتعاقد فنادي الانتاج الحربي هو الذي أخلى بمنود التعاقد برفع اسمي على السيستم قبل المدة القانونية ومدتها أسبوعين يعني الحقيقة عندي الانتاج الحربي أو نادي الانتاج الحربي ومجلس إدارته بعد أسبوعين فقط من بداية الدوري راحل الكابتن عبد الناصر محمد ويمكن الكابتن عبد الناصر محمد يعني من مدرين الفنيين اللي عمل فترة الأعداد مع نادي الانتاج الحربي وتولى الأمور والموسم الماضي في وقت حارج جدا وقاد الانتاج الحربي للبقاء وعدم الهبوط وتولى الأمور في فترة الأعداد واختر العيبته وعمل كل حاجة وبعد أسبوعين فقط فجئنا برحيل الكابتن عبد الناصر محمد دون مقدمات ثم تولي كابتن سيد عيد المهمة ورحيله ايضا دون مقدمات لبيترو جيت يعني النادي هو اللي استغنى عن كابتن عبد الناصر فوقع بعد اسبوعين فقط كانت بالنسبة لي علامة استفاهم كبيرة جدا خاصتها على رأس يمكن نادي الانتاج الحربي اللواء أشرف عامر وهو الشخصات المحترمة جدا لكن فجأت ان اللواء أشرف عامر ومجلس الادارة ياخد قرار برحيل مدير فني بعد اسبوعين فقط رغم ان هو كان معهم السنة اللي فاتت وهو اللي اختار العيبة وهو اللي عمل فترة الاعداد واعتقاد الشخص مش فترة كافية عشان يتم فيها تقييم المدير الفني تولي كابتن سيد عيد لكن واضح ان كابتن سيد عيد بقى المرة دي هو اللي رحل بناء على التعاقد وقال لك انا رحلت بناء على تعاقد وفيه شرط جزائي وهم اللي شعلوا اسمي من السيستم بعد ما دفعت الربعمائة الف جنيه طب لو ما كانش لو كان ما كانش بالتراضي ازاي رفعوا اسمي من السيستم قبل المدة القانونية المحددة وهي خلال اسبوعين ده هما اللي رفعوا اسمي بعد ما دفعت الفلوس ورحلت بعد ما حطيت بعد ما كانوا مصرين على وضع شرط جزائي سواء ليهم او لي الراجل دفع الشرط الجزائي ورحل لكن واضح ان فيه علامة استفهام انا مش عارفها داخل الانتاج الحربي ونادي الانتاج الحربي ومجلس ادارته كنت اتمنى ان انا اوصل للواء الشرف عامر لكن الحقيقة ما عرفناش نوصل له عشان نعرف اكتر من كده رحل الكابتن ساد عيد وتولى بيترو جيت كابتن حسن كفتا مديرا فنية لبايونيرز بعد رحيل الكابتن حسن موسى اللي رحل ورغم محاولات الادارة بالابقاء عليه تولى كابتن حسن كفتا تدريب فريق الشباب بنادي فيوتشر وهو ثالث مدرب يقود بايونيرز هذا الموسم بعد محمد عبدالله وحسن موسى كيرنس يعلن عن تولي كابتن سعيد صبح تدريب الفريق بعد رحيل الكابتن حسام عبدالعال ويعني تمشان مع لعبة الكراسي الموسيقية في رحيل مدربين اعلن نادي كيرنس برئاسة الخضر ابراهيم تولي سعيد صبحي المسئولية بعد رحيل الكابتن حسام عبدالعال معلوماتي وعلى مسئوليتي الكابتن طارق السيد يقترب بقوة من العودة لنادي النصر يعني الكابتن طارق السيد كان ادار فريق النصر لو تفتكروا حضراتكم في الموسم قبل الماضي وعمل مع نتائج رائعة جدا 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 ثم انتقل الى قلعة الشوكيش في موسم استثناء الموسم الماضي واضح ان من معلوماتي ومن قربي من الاحداث وعلى مسئوليتي الشخصية رغم عدم وجود ولا تصريح من مجلس الادارة لكن على مسئوليتي الشخصية بقول لكم الكابتن طارق السيد مقترب جدا جدا من تولي الامور الفنية داخل نادي النصر وبرضو لسه يعني كابتن طارق السعيد في مفاوضات لكن الاقرب هو كابتن طارق السيد ونادي النصر برئاسة المهندس عمراء بحق كان قابل اعتذار كابتن رياسي ردوان وايضا من شخصات المحترمة جدا ومن المدرين الفنين الرائعين جدا نادي النصر بيحتل المركز الاربع تاشر برسيد خمس نقاط واعتقادي شخصي الكابتن طارق السيد الاقرب على مسؤوليتي الشخصية بروكسي الفرصة الاخيرة لعمر انور في طنطا كان طنطا هزم على ملعبه من كيرنس بهدفين مقابل لشيء منح مجلس ادارة نادي طنطا برأس المحاسب فائز عريبي ونائبه محمد وفريخة عمر انور المدير الفني بفرصة اخيرة خلال اللقاء القادم امام بروكسي وورك في مباراة الجولة التمنى واللتقام على ملعب الاخير كابتن عمر ايضا بزر مجهود مع نادي طنطا وعمل فرقة كويسة لكن غاب التوفيق عنه في اللقاء الاخير نظرا لغياب اكثر من لعب اساسي في صفوف طنطا كيمة اسوان بيبحث عن بديل عشور ويعني بدأ مجلس ادارة نادي كيمة اسوان في البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق بعد الكابتن علي عشور بعد سلسلة الهزائم العديدة على حسب الخبر اللي موني يبيع الفريق خلال الثلاث مباريات الماضية فصار من الجونة ثم امام لفينة وبنفس النتيجة امام بيترول السيوت ولم يحرز الفريق هدفا خلال الثلاث مباريات الماضية ودخل في شباكه عشرة اهداف نفعة واحدة وتراجع الفريق المركز التاسع ورصيد تمنقاط منتظر ان يجل ينتظر مجلس ادارة مباريات فريق المقبلة امام ملاو لاتخاذ القرار هناك اكثر من مدير فني مرشح لكيمة اسوان كابتن سعيدة عبدالعزيز كابتن نبيل محمود كابتن ابو العنين شحاتة بيترول السيوت يعني انجازاته لقمة المجموعة الاولى امام لفينة مباراة تكون على نفس جودة لقاء الجونة ولفينة الاسبوع الماضي لفينة يتعادل مع الجونة على ارضه اسبوع القادم بيترول السيوت هيلعب ويستضيف لفينة كابتن الشام عبد منعم قال يعني المباراة في السيوت لذلك لا بديل عن الفوز للانفراد بصدارة المجموعة في ظل اجتمال صفوف بترول اسيوت وخلت القائمة من النصابين باستثناء اللعب الافريقي سي سي للإيقاف وجه هشام عبد المنعم الشكر الرئيس النادي اهاب فايز الذي كان حريصا عقب كل مباراة على صرف مكافئة الفوز مباشرة مجلس ادارة محترم برئاسة اهاب فايز ومدير فني محترم بخادة كابتن هشام عبد المنعم اسمان تاسيوت بيمنح هيسم صالح الفرصة الاخيرة امام الجونة وبيفاوض اشرف عرب المدير الفني للنصر التعدين لتولي تدريب الفريق السكة الحديد بيحفز لعبيه لمكافئة اجابة اجادة بعد الفوز على بيترو جيت اعلن ادارة نادي السكة الحديد تخصيص مكافئة اجادة للعبين في حالة الفوز في المباراة المقبلة امام بيترو جيت وذلك لتحفيز اللاعبين لموصلة الانتصارات ويمكن ادي اسمان تاسيوت وده الكابتن هشام صالح لكن السكة الحديد ده طبعا مديرها الفني كابتن امير عزم جهد قدم فوز رائع على ودي دجلة بهدفين مقابل لشيء ويعني بيحفز مجلس الادارة نادي السكة الحديد بيكافئة اجادة في لقاء القادم مع بيترو جيت بكده نكون وصلنا لنهاية اخبارنا كل مشاهدين في اون تايم سبورس 2 في دوري بلدنا